بيطلع لك اه شاشة بالشكل هذا الشاشة هادي شاشة البداية طبعا فيها انك تنشئ مشروع جديد لو عندك مشروع مسبقا موجود ممكن تفتحه مشروع على الاندرويد ستوديو طبعا في هنا حاجة اسمها هنحكي عنها اللي هي زي مثال عليها انك انت يكون عندك على الانترنت على احد تمام وانك تجيب وتشتغل عليه طبعا هذا هنحكي عنه لقدام وفي هنا خيارات تانية طبعا اه موجودة في عندك اه لو بدك تعمل معينة للمشروع تبعك او للاس دي كي تمام وفي هنا الهلب طبعا احنا بنضغط على اه ان نبدأ مشروع جديد اول ما تضغط انك تبدأ مشروع جديد هتطلع لك بالواجهة هادي اللي هي واجهة انشاء المشروع طبعا في واجهة انشاء المشروع هيطلب منك اسم الابليكيشن اللي بدك تنشئه مثلا سمي تمام هنا بيحكي لك الكمباني دومين طبعا اه في عنا اه حاجة اسمها الدومين او حاجة اسمها الاي دي الخاص بالبروجيك تبعك واللي هو بالعادة بيكون عبارة عن اسم اه الدومين تبعك تمام اه بس اه معكوس اللي هو هي موجود هنا اه دوت اه اكزامبل دوت كزا نفس اللي بتكتبه هنا بسمعكوس هذا بيكون اسم البكيش او الاي دي تبع مشروعك طبعا هنا لو عندك انت دومين معين خاص فيك بتكتبه عشان يكون يونيك او وحيد ما يتكرر بين المشاريع لانه بعد هيك هنشوف كيف بدنا نرفعه على الجوجل بلاي ولازم لما ترفعه على جوجل بلاي يكون كل مشروع له اي دي خاص فيه او بكيش خاصة فيه مختلفة عن المشاريع التانية فباعتبار انه الدومين مش هيتكرر بين الناس فبيعتبر ان الدومين هو الاي دي تبع المشروع او الاي دي تبع البكيش نفسه انت ممكن تكتب اللي بدك اياه طبعا هو بالعادة بياخد اسم اليوزر لعلى الجهاز تكتب بعديها اللي بدك اياه مثلا اكتب اسمك او اي حاجة لاحظ هو نفسه الدومين هذا بس بينقلب وطبعا بيكون دوت اسم المشروع تبعك هنا وين المكان تبع المشروع ودائما يفضل انا بتبع طريقة انه بخلي المشاريع تبعتي على اه قرص الاف بهيث لو ضرب السيستم او صار اي اشي اه ما يتأثر المشروع تبعي بسمي مثلا ماي ابس تمام هنا بيقول لك لو اه انت بدك اه تعمل لو انت بدك تشتغل على كود سي بلس بلس او اشي زي هيك بتعمل اه مش لازم بلاش لو بدك برضو تشتغل على كوتلين تضغط عليها تمام هنا لو بدك تعمل برضو ايدة من هنا تضغط هيطع لك الشاشة بالشكل هادي الشاشة من هادي الشاشة بتقدر تحدد خصائص المشروع نفسه في عندي حاجة اسمها اه المينمم اس دي كي طبعا احنا بنعرف او حكينا قبل هيك انه هي عبارة عن مكتبة الاندرويد اللي انت بدك تشتغل عليها وطبعا مكتبة الاندرويد فيها مجموعة من نسخ الاندرويد مش نسخة واحدة في عندك النسخة الاولى التانية التالتة النسخ اللي بدك تشتغل عليها او تتعامل معها بتنزلها طبعا هنا بيحكي لك اه طبعا احنا في البداية بدنا نختار ايش اللي بدنا نشتغل عليها لو بدك تشتغل على الجوال والتابلت بتختار الاولى لو بدك تشتغل على اللي هي اه الساعات اه بتضغط على التانية عندك التي في عندك اللي هي للسيارات اه والامور اللي زي هيك عندك الاندرويد اللي هي طبعا اه هذي للاشياء ازا سمعته على الانترنت اللي هو للاشياء اللي بتتعامل ما المختلفة او الانظمة او المختلفة تماما احنا ما قلنا علاقة بالامور هذي هنتخصص في موضوع الاندرويد اه الفون ان تابلتس طبعا لما تعلمها بيجيك عندك فيها الابي ايز او الخاصة بالاندرويد اللي بدك تتعامل معها هنا بيحكي لك حدد لي اللي بدك تشتغل عليه طبعا انت بتختار اللي بدك اياها احنا بناء على ايش بنختارها هذي طبعا عنا مجموعة اه للاندرويد موجودة انت اي المفترض تشتغل عليها الفيديو اللي بعد هذا هيوضح ايش المفروض انت تشتغل عليها تمام هنشرح لك ايش افضل تشتغل عليها وكيف تحدد تبعتك اللي تختارها مبدئيا خلينا نختار خمسطعش تمام طبعا هنا بيعطيك وصف بيقولك تقديريا الابي اي خمسطعش بتوصل لمية في المية من الديفايس هنحكي هدف برضو في شرح الفيديو اللي بعد هذا تمام اه طيب ايش بيضل بعد هيك بنضغط تمام بيظهر لك واجهة بالشكل هذا طبعا زمان في ما كانت هاده متاحة لنا اه هاده فكرتها انهم لقوا انه اغلب الناس اللي بتشتغل تطبيقات اندرويدي بتتعامل مع الوجهات هادي قال لك بدل ما احنا نغلبهم ويعملوا الوجهات من السفر لا احنا بنجهز لهم مجموعة من الوجهات هادي الوجهات هما يستخدموها ويتعاملوا معها بدل ما ياخد وقت في انه يطورها احنا بنجهزها هو يستخدمها بشكل ثابت طبعا عندي حاجة اسمها البازيك اكتيفيتي البتو نافيجيشن طبعا هنشرح الكلام هذا بالتفصيل في كل شغلة احنا بنوصلها يعني لما نصل للماب هنحكي عنها لما نصل للآد سنحكي عنها وهكذا تمام زي مثلا واجهات القائمة اللي بتطلع على اليسار او على اليمين زي عندك واجهة واجهة تمام لو انت بتكاش حاجة من هدولة تختار تمام وانت بتخصصها زي ما بدك وبتعمل التصميم الخاص فيها ايش هي ايش هي التفاصيل هادي هنشرحها في الفيديوهات اللي بعد هذا الفيديو تمام نختار مثلا امتي اكتيفيتي اختار نيكست طيب هنا بيحكي لك الاكتيفيتي اللي انت اخترتها ايش اسم الاسم تبعها وايش اسم تبعها ايش الاكتيفيتي وايش طبعا في فيديو بيحكي اه انه الاكتيفيتي اي شاشة عندك في الجهاز هي عبارة عن وعبارة عن هنحكي الكلام هذا بالتفصيل في الفيديو اللي بعد هذا تمام فابنختار اسم الاكتيفيتي مثلا اسمها مين اكتيفيتي هنا بيقول لك اذا انت بدك تعملها ملف خاص فيها ولا بتكاش تعملها ملف تمام انا مثلا مبدئيا بدي اعمل ملف باختار اسم ملف طبعا بيكون نفس الاسم بس لاحظ اسم انت بيبدأ تمام اسم اللي ياوت لازم يكون وبتفصل بينهم تمام طبعا هنا بيقات من مبدأ انه اه والكلمة التانية برضو بيكون اولها تمام طبعا بنضغط طبعا هو الان ببني في الاشياء المطلوبة بنضغط بعد ما نخلص الان بيجهز المشروع تبعنا طبعا هنا بيحكي لك آآ جرادل انفو في عنا حاجة اسمها جرادل هنحكي برضو بالتفصيل عنها واللي هي مسؤولة عن بناء التطبيق تبعك ومسؤولة عن ادارة المشروع او التطبيق ككل منها بتحدد خصائص المشروع والامور اللي بدك تعملها في المشروع تبعك يعني زي المانجر تبع المشروع تبعك هو اللي وظيفته يطلع لك نسخة نهائية من البرنامج امتدادها دوت اي بي كي تمام وانك تشغلها على الموبايلز او ترفعها على طبعا الجرادل بلد سيستم ريحنا كتير لانه آآ الكلام هذا ما كان موجود آآ زمان آآ هل جيت في الاندرويد ستوديو البيلد سيستم اللي اسمه جرادل ريحنا من كتير شغلات طبعا هتوضح لك من خلال الشغل تمام الآن فتح المشروع معنا المشروع لما فتح بالشكل هذا بيطلع لك واجهة الواجهة دي بيقول لك لو بدك انت او نصائح معينة اتبع آآ اعمل لو انت فاهم ايش بدك تعمل تضغط طبعا نضغط طلع عليه هنا انه بيعمل جايد طبعا هنحتاج ان ننزل بعض تمام الآن خلص الآن بالشكل هذا المشروع فتح معنا اللي اه نزلناها اول مرة هنا بيحكي لك انه انت في عندك مستخدم في المشروع تبعك الاندرويد ستة وعشرين والاندرويد ستة وعشرين مش موجودة عندك فبيحكي لك يعني نزل اللي مش موجودة عندك فبضغط عليها طبعا هنا في النقطة هادي لازم يكون عندك انترنت والانترنت هادا يكون ستيبل يعني ما تستخدمش انترنت في بروكسي او انترنت في اه مشاكل ممكن يجطع معك تضغط على تضغط طبعا هيبدأ الان ينزل في اللي هو طالبها وبعد هيك ممكن يحتاج ايضا شغلات تانية برضو بنفس الفكرة بنضغط عليها وبنخليه نزلها لانه اول مرة ما بيكون كل اشي جاهز عنده تمام طيب الان اه خلص بنضغط برضو هيعمل مرة تانية لاحز قلي برضو بده اشي قبل شوية قلني نفسها نفسها مش موجودة الان كل لها خاصة فيها برضو بنتعمل طيب هيو خلص برضو هيعمل مرة تانية ولو لجح حاجة مفقودة هيقول لي برضو آآ نزلها لاحظ انه لسه هيكلية المشروع نوعا ما مش مبنية تمام فهو جاعد بينزل الشغلات عشان يبنيها بالشكل الصحيح تمام لاحظ في شغلات برضو بينزلها جاعد بيعمل لها تمام تقريبا هيك المشروع شبه آآ انه تم بناءه تمام كيف بدك تعرف انه تم بناءه انه بيظهر لك ملفين بالشكل هذا واحد للبروجيكت واحد للموديول هنحكي عنهم ايش الفرج بينهم تمام بالشكل هذا تم بناء المشروع بدون اي مشكلة الان بيحاول يظهر لك الواجهة تحت المشروع طبعا بالشكل هذا بنكون آآ شفنا كيف نزل البرنامج وكيف نزلنا الاشياء المفقودة هيك البرنامج شغال تمام ما في اي مشكلة تمام